في مقطع اليوم جمعت بعض الأشياء مع بعضنا بإذن الله تعالى يعني بتلاقونا راح أبربر وحاتكلم عن كل حاجة حرفيا راح أتكلم عن الحزمة السنوية وكيف يعني تطلع اللي هو الأحصائيات السنوية خاص فيك والمهومات الأسبوعية وشرحها واواوا ومن هذا الكلام فكل اللي عليكم أنكم تطالعون المقطع من الأول والأخير وبإذن الله تعالى يفيدكم لو القليل سلام عليكم وحسن الله وبركاته معكم أمون من قناة شايلز شيكز راح نتكلم عن تحديات الأسبوعية والحزمة ما قلت لكم في البداية والأيتم شوب الهوليدي اللي هو بالأسلح حق تلك رسميس ومن هذا التفاصيل يعني وإن شاء الله إن شاء الله ما يكون من فوته شيء قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا صنع الرسول على فضل الصلاة والسلام ولا تخلون المقطع اللي هيكم عن الصلاة المكتوبة لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس التنبيع عشان بإذن الله تعالى يوصل لكم مقاطعي أول بأول طبعا أول حاجة خلوني نتكلم اللي هو عن الحزمة السنوية مثل ما نحنا عارفين إنه نزلت اللي هو الحزمة حق اللي مفعلين ريكرون بلس ثنين حرفين سكنين ملجانيين أول حاجة مثل ما تشوفون هذا البربل بالأسلح هذا البنفسجي ومعانا اللي هو الأزرق راح أتكلمها في هذا الفيديو وبرضو معانا الزهري وين تحصلونها مثل ما تشوفون هذا هو شكلها بتلاقونها في ريك نت بالأسلح موقع حقه اللي هو ريك نت بحطي الرابط في أسفل الفيديو أو اكتبو كلمة ريك نت في القوغل وتدخلون للشوب هناك راح تلاقون هذه الحزمة تقريبا الحزمة سعرها 14.99 دولار أي إنه 15 دولار فيبل اللي حاب يشتري من هناك بتلاقونه أوكي خمي نحيان نتكلم اللي هو عن تحديات الأسبوعية والجائزة الأسبوعية ومن هذا التفاصيل وبعدها بنطرق بإذن الله تعالى لما قبل النزول حزمة باندل ومن هذا التفاصيل أوكي جماعة جائزة اللي هو الاسكن هذي أنا ماني عارفة هذي كانت نزلت من زمان أو لا لإني أنا ماني قديمة في اللعبة آآ ماني عارفة نزلت من قبل صح ولا مدري أوكي خلو نشرح لكم اللي هو التحديات الأسبوعية أول مهم هما يكمبليت The Island of Loscos يتخلصون هذا الماب وموكم بالسليم مهم اللي بعده Get 5 Historic and Laser Tag في هذا الماب مثل ما قلت لكم كالعادة اللي هو تقتلون ثلاث أشخاص بشكل متتالي بدون ما تموتون كذا يعتبر واحد من أصل خمسة مرة ثانية تقتلون ثلاث أشخاص بدون ما تموتون اثنين من أصل خمسة وإلى آخر مهم الثلاثة تخلصون هذا الماب اللي هو The Rise of John Votron والما قبل الأخيرة Get 5 Historic and Pain Ball نفس هذا الماب شفت الحركة حقية Laser Tag إنكم تقتلون ثلاث أشخاص بدون ما تموتون كذا بالضبط بس نفس في هذا الماب لا صح يعني وأخيرا ليس آخرا Complete 5 Recreally Games بالأصح أنكم تخلصون خمس سباقات وأموركم في السليم فصراحة أنا أتوقع أن هاي بتكون آخر مهمة ويكلي الله أعلم أنا ما أنا متأكدة بس يعني بناءً على الخبر اللي هم قالوها يعني يحاولون يخلوا ليهم مهمة ويكلي كل شهر بتصاميم جديدة علشان مثل ما يعني فهمت عقصتي صح؟ إنيويز يا جماعة خلونا نشوف اللي هو الأيتم شوب الجديد أو الأشياء الجديدة اللي نزلت في الأيتم شوب سواء كان الأيتم العادي أو الأيتم حقية الكروسمس قبل ما نطرق إلى الأيتم شوبات وزي كذا من هذا التفاصيل مثل ما تلاحظون أنه أول ما دخلنا نزلوا اللي هو سكنين مجانيتين أولا نفس هذا الوشاح لبس الثاني مثل ما تتشوفون قدامكم اللي هو نزلت من قبل لكن الحين نسخة شبابية ويبقوا طلاق للناس اللي ينفعلين ريكمان بلاس في وقت الحالي بعد في الأيتم شوب العادي نزلت أربعة أغراض جديدة حديثة كل حاجة في الحياة مثل ما تشوفون القبعة أو الراس حق تلفار بالأصح اللي هو كنقرات لك الفيران شي زي كذا كمان لبسين يعني بألوان مختلفة لون الأسود واللون الوردي كمان نزلوا اللي هو فستان بناتي خيب هذي يعني بالنسبة حق الأيتم شوب العادي كي جمع ركزوا معايا تعرفون اللي هو الأيتم شوب اللي حق تلكرسمنس ومدري إيش اللي هو ما باسمه هوليدي تدخلونها وبتلاقون على آخر شي هناك فيه ناس متجمعين والناس يعني قاعدين يختارون لهم أيتمات نزلت أخيرا اللي هو تذكرون في الإعلان حق ترك روم كان فيه اللي هو إيش اسمه هذي حقة الغزال بالأصح قرن الغزال حلوين فايب نزلت يا جماعة نيو وان اللي حاب يشتري بتلاقونا هناك والبقية مثل ما تتشوفون هذي قديمة نزلت في الكرسمنسات الماضية يا جماعة تولي وانا سوي إذة بخصوص هذي اللي هو البوبكورن وذولي إيش وضعهم بالله تعرفوا شو أنتوقعت وقال نواحة صلسكينات يحطوا بنا وحطوا كيكات بنا أوكي جماعة في بعضكم مثلا الحين شو صار صارت اللي هو شيء يعتبر اللي هو إحصائيات سنوية لمن تدخلها يطلع لك مثلا مين اللي لعبت معا أكثر من شو المابات اللي لعبت فيهم أكثر كم لايكات عطيتهم للناس كم صورة أخذتها حرفيا كل التفاصيل إذا انت حابها ومثلا دخلت بالضبط وكم يوم بشكل متتالي كنت لعب ومن ها التفاصيل يعني للي حاب شوفوا أنا سويتها لنفسي مثل ما تتشوفون ونشرتها في الإنستغرام فالحين أنا بشرح لكم هنا حتى للي حاب يسوي لنفسه كذكرة أو مثلا بيحط منشور في الإنستغرام أو أي حاجة فيب الأمور في السنين بإذن الله كلي اللي بسويه إني أنا بحط رابطين في أسفل الفيديو رابط على طول إنجليك لها الشيء واشرح لكم طريقة أنكم كيف تدخلون نفسكم بنفسكم أول طريقة اللي هو من ريكنت أول ما تدخلون ريكنت فوق بتلاكون أوريدي اللي هو الكلام حق إنه إذا ضغط عليه رح يسوي اللي هو إحصائيات سنوية ومنها الكلام الخطوة الثانية رح أحط لكم إياها بإذن الله تعالى الرابط بأسفل الفيديو أول ما تدخلون فيها يطلب منكم اللي هو اليوزر نيم والباسورد خاص بحساقكم وحق ريكم فحطوا اليوزر نيم والباسورد أموركم في السليم على طول رح تطلع لكم الإحصائيات ويمديكم تكابتشرون أو مثلا تنشرونها لإخويانكم حرفيا يعني يشرح بدقة بالأصحة يعني حتى لو انت لعبت مع شخص معين يعني أكثر شي رح يتصع عنه يعني البس فريند ومن هذا الكلام يعني وحي خلونا نتكلم اللي هو عن السكنات الما قبل النزول والباندل والتخفيضات الجبارة اللي هو خمسين بالمئة وإلى آخره أول سكن وينتر جاكيت درس مثل ما انت تشوفون هذا اللون الأزرق بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى رح تنزل في تاريخ شهر 12 تاريخ 9 ألا وهي بكرة بإذن الله بسعر 1500 ورح يكون عليه تخفيض 10% ألا وهي رح تكون 1350 محن بتكلم اللي هو عن التخفيض 50% في تاريخ بإذن الله تعالى شهر 12 تاريخ 11 رح تنزل هذا القبع شفتها القبع المرة غالدة اللي هو غرافيك هات سعرها الحقيقة 3500 رح يكون عليها تخفيض 50% وراح يكون سعرها 1750 وجهز يعني صراحة مرة شي خرافة يعني أوكي تعوي حين ننتقل اللي هو حزمة باندل اللي تيجي مع التوكنات تذكرون يا جماعة اللي هو القبعة حق سانك اللي هو كان باللون الأزرق ياب رح تنزل باللون الأصبر مثل ما تتشوفون طبعا أموين رح تنزل رح تنزل في ريك نت نفسها اللي هو في موقع حق ريك روم لما يعرفوا الصراحة أنا قاعدة ألاحظ حاجة إنه يعني قاعدة ألاحظ أن ريك روم قاعدة تحاول تحط الباندلات وكذا في ريك نت فأعتقد هذا يساون كذا علشان ينقلل من تعليق اللعبة الله أعلم للي رجل استفكر بيني وبين نفسينا ليش يحطون في ريك نت ياب ممكن المنبرر زي كذا إذا ما خاب ظني لنتعرف وأنا حب أفكر يعني لليه كذا ليش كذا إيش السبب فهي باحتمال بكرة أو بعد بكرة أعتقد بكرة بكرة يعني كالعادة بإذن الله تعالى رح تنزل في ريك نت هذه القبعة طبعا جماعة أنتم ما تلاحظون إنه في بعض المرات ريك روم نفسها تنزل اللبس وحده بعدة ألوان كذا أصفر أخوض لك أصفر أحمر أخوض لك أحمر أزرق إليه أخوض لك أصفر يبا حرفين لاحظتم هالشي يعني سبيل المثال هذا هو كان كذا بنفسجي نزلت أزرق بوجود كمان اللي هو الحزمة السنوية اللون الزهري الله أعلم يمكن بي يوم بيقول لون أصفر أخوض لك أصفر هيا يا جماعة أعتقد هذا كل اللي أنا قلتها أتمنى لكم يوم سعيد إذا أجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس التنبيه هالشي دعمني يحفزني ويسعدني حرفين يا جماعة ما شاء الله تبارك الرحمن ما باقييني على الألفين فيب إذا انتم تابع جديد ما عليكم أيامر وبس ضغط الزر حرفين ما رح تخسر شي وشكرا لك أسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم وجروا بخاطركم يا أحلام تابعين أشوفكم بإذن الله في مقطع جاي مع السلامة